الجزء الثاني مهم جداً لا علاقة بالإحصايات التاريخية وانت داخل على موسم يعني تتكلم في النسخة 65 بكرة النسخة 65 ف64 نسخة الاهل فاز 43 مرة ف64 نسخة الاهل فاز 43 مرة الاهلي هو أكثر الأندية حصداً لبطولة الدور المصري في التاريخ والاهلي هو صاحب أكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد 28 انتصار ده كان في موسم 2017-2018 وموسم 2019-2020 الاهلي صاحب أكبر عدد من النقاط في موسم واحد 89 نقطة في موسم 2019-2020 الاهلي هو الأكثر تحقيقاً للفوز بشكل متتالي في الدوري بواحد وسبعين مباراة متتالية بلا هزيمة أرقام تاريخية صعب أي حد يعرف حقاها فعشر مناسبات تاريخية انتهت ثلاث أندية بطلة للدوري المصري دون التعرض لأي هزيمة الأهلي سبع مرات الزمالك مرتين الإسماعيلي مرة واحدة يعني الأهلي في سبع مرات فاسبت دوري دون أن يتلقى هزيمة واحدة كمان موسم 2014-2015 هو أكثر موسم سجل فيه أهداف في تاريخ الدوري المصري سجل فيه أهداف 907 هدف في 306 مباراة الأهلي أقل نادي تلقت شباكه أهداف خلال موسم واحد استقبل هدفين بس في موسم 75-76 أكثر نادي تعرض للهزيمة في موسم واحد كان نادي دمانهور خد 30 خسارة 30 مباراة هزيمة في موسم 2014-2015 وأكثر نادي اتعادل في موسم واحد كان الإسماعيلي اتعادل 19 لقاء في موسم 2014-2015 والأسيوتي أكثر فريق استقبلة شباكه أهداف في موسم واحد بالدوري المصري كان 88 هدف في موسم 2014-2015 أكثر لاعب توجة بلقب الدوري كان حسام حسن 14 مرة 14 لقب بطلا أو أحرز يعني هدف الدوري أو أكثر لاعب تتويج يعني أكثر لاعب فاز أكثر لاعب فاز بالدوري كان الكابتن حسام حسن 14 لقب 11 مع الأهلي 3 مع الزمالك يعني حسام حسن خاد مع الأهلي 11 دوري وفاز مع الزمالك بطلبت بطولات للدوري العام طيب جون أنطوي النيجيري هو هداف اللاعبين الأجانب في تاريخ الدور المصري 77 هدف مع أربع أندية 77 هدف مع أربع أندية جون أنطوي طبعا يعني أعتقد هو اللاعب الغاني جون أنطوي غاني يا جماعة مش نيجيري عموما يعني هو أحرى 77 هدف مع أربع أندية الأهلي والمقصة وبيراميدز والإسماعيل أنطو لو تبصوا على الإحصائيات هتلاقي كلها الإحصائيات إيجابية في صالح النادي الأهلي كل الإحصائيات الإيجابية في صالح النادي الأهلي ولما تفوز ب43 دوري ف4 و60 نسخة تتكلم يعني ما يقرب من حوالي أكتر من 60-70% من عدد مباريات البطولة أو عدد بطولات الدوري الأهلي فاس بيها يعني فكل الأرقام السلبية هتلاقي مع الفرقة أكتر اللي كانت بتصارع عن مركز التالي التاني اللي ممكن هبطت للأقسام الأدنى ولكن دايماً للأهلي علامة مضيئة في الدوري العام آخر حاجة بالمطلع الفصل نهاردة الاتحاد الأفريقي أعلم بشكل رسمي أن جايزة كاس السوبر تم زيادتها بنسبة 130% آخر مرة كان الكاف بعت للأندي قال لهم الجايزة 200 ألف للفريق الفائز و125 ألف للفريق الخسر ولكن فجئنا أن الكاف وده أنا كنت حتى نوهت عنه من ثلاثة أيام وصل لكلام أن الجايزة هتبقى 500 للفريق الفائز وكان طبيعي الخسر كمان بدل ما تبقى 125 تبقى 250 ولكن قلت استنى لما تبقى معلنة بشكل رسمي وبالفعل النهاردة الكاف أعلم بشكل رسمي أن في اجتماع الإكسيكو المكتب التنفيذي تم الإعلان عن أو تم زيادة المكافئات بنسبة 130% بطل النسخة الأخيرة اتحاد العاصمة خد 500 ألف دولار والنادي الأهلي 250 ألف دولار رقم يعتبر جيد لأن الجايزة البطولة دي يعني كانت 100 بقيت 200 بقيت 500 فأرقام جيدة يعني نتمنى الفترة اللي جايه كمان دور الأبطال هو بأربع مليون نتمنى كمان يزيد السوبر ليج الأهلي داخل على بطولة مهمة جداً كمان عيبا فيها مكافئات إن شاء الله تكون جيدة فكل الأرقام اللي بتتقال دي أعتقد أرقام كويسة جداً والنادي الأهلي على فكرة كان لي دور كبير جداً في مسألة زيادة المكافئات المالية لأنه أكتر نادي تكلم على الموضوع ده في أكتر من مناسبة في السنوات اللي فاتت مش هرجع 25 سنة وراء ونهاية التسعنات ولكن حتى من سنتين بعد موضوع نادي الوداد الأهلي تكلم والكابتن محمود الخطيب تكلم على فكرة إن البطولة 2.5 مليون دولار ده رقم لا يليق في ظل المصاريف الكثيرة الباهزة اللي ممكن تصرفها الأندية على الرحلات والسفر والتنقلات وبالتالي أنت مطالب أنك تزود هذه المداخل لأرقام إضافية إلى أن زادت بالفعل النسخة الأخيرة من دور الأبطال لأربعة مليون دولار وكاس السوبر الإفريقي إلى خمسمائة ألف دولار السنة دي كمان الدور المصري جائزة البطل خمسة مليون جنيه آه هتلعب أربعة وثلاثين أسبوع ولكن خمسة مليون جنيه أفضل من ما فيش الأول ما كانش فيه أي حاجة خالص الأهلي فازم تلاتة واربعين دوري في التلاتة واربعين نسخة ما كانش فيه مكافئات مالية بالأرقام اللي احنا بنسمعها دلوقتي اللي هيشارك في الدورة ياخد مليون جنيه يمشو شوية كده إيه حوالي أربعة خمس مطشات في الدورة الغاية لما ربنا يكرم بيحور رعاية والتسويق ممكن تزود المداخل عشان الأندية تواجه الأعباء المالية الصعبة اللي بنشوفها في الكورة بشكل عام سواء في مصر أو حتى في المشاركات القرية والدولية